هذا وشنت قوات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفتا مخازن أسلحة تابعة لألوية الصواريخ ومعسكر الحفى الخضعين لسيطرة الحوثيين في صنعاء وفي مدينة تاعز وسط اليمن قصفت طائرات التحالف مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في حيي الرمدة والمشاكي شمالي المدينة وشنت المقاومة الشعبية عدة هجمات على مواقع للحوثيين في محافظة تاعز وسط اليمن في وقت نفذ الحوثيون قصفا عنيفا على أحياء في شمالي المدينة